اشتركوا في القناة نسأل الله سبحانه وتعالى بحرمة هذه الليالي الخاصة وهي ولادة الإمام الحسن عليه السلام أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبقينا دائما في خير وعافية ويطيل أعماركم لهذه النكتة وهو أن يكون العمر في خير وعافية فإن الآخرة فإن الدنيا هي مزرعة الآخرة وأن يكون زرعنا زرعا مباركا إن شاء الله تعالى قلنا بعد أن بين الإمام عليه السلام أنه الداعي يقول لم أستحيك في الخلاء ولن أراقبك في الملاء ثم قال أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيدي اشترى أنا الذي إلى آخر طبعا هذه الفقرات التي ستأتي يعني الدعاء مثلا شهر رمضان كما ورد هو سيد الشهور وليلة القدر هي سيدة الليالي هذا الدعاء الشريف من الأدعية المباركة بعض الفقرات حقيقة هي سيدة الدعاء الإنسان عندما يتأمل فيها ويطيل التأمل يعني لا تمر هذه الفقرات مرور الكرام يتوفق في ذلك وتبقى هذه المسألة ملازمة له ولذلك الإمام عبر تعبيره في غاية الروعة بعد أن بين أنه الداعي لم يستحهي في الخلاء قال ولم أراقبك في الملاء مفهوم المراقبة أخواني هذا من المفاهيم التي ادأب عليها الأخلاقيون وعندهم مصطلحات نحن لا نريد أن ندخل في مصطلحات تخصصية ولا نريد أن نعرض عن المبادئ العامة للأخلاق وإنما نمشي مع الدعاء وفق ما بينه يعني الدعاء يقودنا وهو نعم القائد ويعلمنا ويربينا إلى أن نصل إلى ساحل الأمان لكن في خصوص المراقبة نحتاج وقفة طبعا المراقبة مع بداية الخطبة للنبي صلى الله عليه وآله الذي ذكرت في مصادر الحديث الكثيرة وحتى في مفاتيح الجنان ذكر هذا المعطة من خطبة طويلة قال شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله أنا أريد أقف عند هذه الفقرة وفقرة المراقبة أول سؤال أن ما معنى أننا في شهر رمضان دعينا إلى ضيافة الله لا شك أن جميع الشهور الله تعالى هو الذي ينعم علينا الله تعالى هو الذي يرزقنا فنحن دائما في ضيافة الله لماذا النبي خص هذا الشهر قال دعيتم فيه إلى ضيافة الله ما الفرق يعني في شهر شعبان في شهر رجل في شهر شوال نحن أيضا في ضيافة الله وما يقدم لنا من رزق الله تعالى هو الرازق هو الرزاق ما ينسئ في آجالنا الله تعالى هو الذي يمد في الأعمار وإذا مد في العمر معنى ذلك رزقنا إلى أن يخرم الأجل فما معنى أننا في شهر رمضان يعني في ضيافة الله ركز النبي صلى الله عليه وآله أن أنتم في هذا الشهر في ضيافة الله لا يخفى على حضاراتكم أن الإنسان مركب من هاتين الكصلتين أو هاتين الجزئيتين وهو الجسد والروح تركيبنا هذا والروح تتعلق بالبدن تعلق تدبير والموت هو ليس في القضاء على الروح وإنما الموت يرجع البدن إلى الأرض والروح تنتقل إلى عوالمها الأخرى الإنسان يحرص دائما على أن الروح لها غذاء يختلف عن غذاء الجسد والروح تتأثر بغذاء الجسد ولذلك مثلا إنسان لو أكل حراما ما معنى أن البدن ينبت من مال حرام نفس البدن الخلايا نفس الخلايا الدم نفس الدم لكن يقول هذا البدن قد نبت من مال حرام ومال الحرام يؤثر على الإنسان هناك حالة من النفرة وعدم الملاءمة ما بين خصوصيات الجسد وخصوصيات الروح فالروح عندما تتعلق بالجسد لا تأنس لأن هذه الكثافة الجسدية الجسمانية مانعة عن انطلاق الروح فهي أشبه بالسجن وكلما الإنسان تعود على التخمة من المأكول ومن المشروب كلما ضايق الروح الروح عالم غير عالم الجسد ولذلك ممدوح قلة الأكل وقلة الشرار تمدح باعتبار الروح تتعلق بالجسد مجرد هذا تعلق التدبير فالغاية الحقيقية ليست هي المأكل والمشروب وإنما الغاية حقيقية غاية عمل وهذا العمل يحتاج إلى نشاط يحتاج إلى همه البدن عندما يزداد مطعمه يكسل طبيعتا يحب أن يرتاح وهذا الوضع الماندي للأجساد هناك عوامل تجعله يكسل تجعله يتباطئ من العوامل التي تجعله ذلك غير المرض غير العاقة غير التعب من العوامل هو التعود على كثرة الأكل والشرب ولذلك قلة الأكل هي الممدوحة حتى في الروايات بخلاف مسألة التخمة وزيادة الأكل شهر رمضان النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يشير إلى نقطة أن هذا الشهر أنتم دعيتم فيه إلى ضيافة الله لا بد أن تكون هذه الضيافة من نوع آخر غير الضيافة في شعبان أو في شوال أو بقية الشهر نحن كلنا على موائد وأرزاق الله تعالى كأن هذه الضيافة هي ليست ضيافة للجسد هذه ضيافة خاصة الجسد غير مدعو الدعوة ليست للجسد لأن الجسد لا يفرق في رمضان وغير رمضان وإنما هذه الضيافة خاصة للروح خاصة للعقل أن الإنسان سيقلل مطعمه ومشربه بحسب الوجوب الشرعي فهذا سيجعل للروح حال من الفسحة وحال من الانطلاق وحال من كسر القيد حتى تنطلق إلى عوالم أخرى ولذلك مع هذا ومع ما قلنا أن الشياطين مقيدة مكبلة لماذا الشياطين تكبل في شهر رمضان كأن وضع طبيعي إنسان إذا قل مطعمه ومشربه الشيطان إنما يدخل لنا غالبا من هذه الأمور فالوضع الطبيعي لإنسان صام كأن منافذ الشيطان عليه تقل وهذا الشهر المبارك الله تعالى جعل فيه مواصفات مفقودة في بقية الشهر في عملية الإلزام بمسألة الصن وعملية الإنزال القرآن في ليلة القدر فإذا هذه الضيافة ليست ضيافة للجسد أصلا وإنما هي ضيافة ضيافة الروح ولذلك الذي لا يفهم معنى الصوم بالشكل الذي جاء به الله تبارك وتعالى يدخل في مقولة أمير المؤمنين عليه السلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لاحظوا كأن الصائم منع منهما في النهار يحاول في المغرب أن يعوث هذه ليست نكتة الصوم أنا أمنعك من النهار من الأكل وأعوضك في المغرب هذه ليست نكتة الصوم وإنما النكتة بالعكس تماما أن أنا أنزهك في هذا الشهر الشريف على أنه تكون مقيدا للوسائل المادية حتى لا أبقيك بلا أكل تموت فهذا المجال لك بمقدار الغروب ومقدار السحار حتى تعاود الكرة ثانية فإذا الإنسان لم يستفد من ذلك قطعا لا يتأثر بالصوم بعض الناس في شهر رمضان يرتكب كل المحرمات بعض الشياطين قد يأنسون برمضان لبعض الناس لماذا لأن نكتغير يعني إنسان كما مر عندنا سابقين أن الضال الذي هديته الله تعالى جعل جميع سبل الهداية فإذا لم نستفد منها حتى لم نستفد من بركات ما أعطانا الله تبارك وتعالى لا في الحج نستفيد ولا في الصوم نستفيد ولا في الصلاة نستفيد ولا في الدعاء نستفيد لأن المصلي قد لا يشغل نفسه إلا بالركع والسجود أما التأمل حق التأمل في الواقع كان بعض من أهل الأخلاق دخل شخص عليه فأراد أن يبين أمامه التفتل النكتة أراد أن يبين أمامه أنه يدقق في مخارج الحروف ويتأمل عندما يتكلم في الصلاة هذا يستمع له هذا كالتلميذ أمام أستاذه يعني مرتبته من علميها كذا فإلى أن فرغ قال أكملت يعني أنت تريد أن تبين دقة ما خارج الحروف وأنه تتأمل قال نعم قال إذن أنت متى تصلي لاحظة ومتى تصلي الصلاة الصلاة كأنه هذه الهيئة الصلاة قاطعا تختلف من شخص إلى آخر كلما كان الإنسان مجهورا في دنياه الصلاة ستكون جزء من دنياه لا جزء من آخرتك سيجعل الصلاة شاغلا من الشواغل الأخر مبدأ يكبر إلى أن ينتهي يتذكر جميع أمور في الدنيا إلى أن يسلم هو لا يعلم ماذا فعل أهل الآخرة بالعكس يجعلون بقية أمور الدنيا من شواغل الآخرة ولذلك حريصون يكونون حريصين على الخلوة حريصون على التأمل حريصون على أن لا تخرج منهم كلمة نابية وتكتب لا ينق القدم إلى مورد من موارد النار والعاذب الله في بعض الآيات سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم لاحظوا هذا ذكرنا في الليلة الأولى أو الثانية نختم على أفواههم فلا حجة له لا يصغى يتكلم إذا ختم على أفواه وتشهد عليهم وتكلمنا أيديهم وتشهد عليهم أرجلهم بما كان يكسب تشهد عليهم أرجلهم بما كان يكسب هذه الأرجل تنقل من مكان إلى مكان تاري الإنسان ينقلها إلى عتبة إلى محاضرة إلى زيارة رجل تشهد يوم القيام تاري ينقل رجل إلى موبقات تاري ينقل رجل حتى يتفكه بالحرام تاري ينقل رجل إلى سفر محرم وهكذا هذا لا نفر منه أخواني العبارات ليس فيها مجاز شاهده نحن يعني نحن نشهد على أنفسنا الله لا يحتاج إلى ملائكة تشهد لكن من باب الإقرار أما الإنسان إذا هو شهد على نفسه فإذا إذن النكتة في موارد التشريق قطعا الله يعلمها لكن الحكمة حتى تؤثر الصلافين تأثيرا نحتاج أن نلتفت إليها الصوم حالة الجوع مطلوبة أخواني بعض الروايات الشريف على إمام الصادق عليه السلام يعلل يقول حتى طبقات الناس مختلفة فيهم الغني والفقير حتى يتحسس هذا الغني فعلا بعض الناس واقعا لا يتحسس بالآخرين يقضي حياة مرفة فلا يتحسس ولذلك أخواني عندنا مفردتان مفردة الإيثار ومفردة المواساة فرق بينهما الإيثار رغيف خبز واحد ونحن طرفان فآثرك فيه أعطيه إياك فسينتفع أحدنا المواساة كلانا لا ننتفع لكني أنا واسيك بنفسك بنفسي أجعل نفسي كأنه أنت أنا لا أستفد وأنت لا تستفد العباس عليه السلام في زيادة نعم الأخي المواسي لا هو شرب الماء ولا أعطاه للحسين عليه السلام حسين بعيد عنه وهو سلام الله لم يشرب الماء تأسيا بسيد الشهد هذا مؤثار طبق أعلى بعض المؤمنين يحاول أن يجرد نفسه من بعض حالات الترف تأسيا بفقير وإن لم يستفد الفقير لكن هو يربي نفسه مواطن التربية كثيرة النبي صلى الله عليه وآله يقول دعيتم إلى ضيافة الله ولاحظوا الآن في بعض المفردات دقيقة الله تبارك وتعالى عندما يدعو ضيفا يبدأ أن يكون هذا الضيف في الجملة محبوبا حتى يدعى أو يدعى لغرض الاستفادة يعني الضيف يستفيد فالله تعالى جعلنا تعالوا إلى شهر رمضان كل مدعو إلى شهر رمضان ماذا أكلنا من هذه المائدة ماذا استفدنا من هذه المائدة هذا التجرد الروحي خلاف الاكتناز المادي نحتاج دائما ولذلك كثير من الأجلاء حتى في بعض الروايات إذا كان لك حاجة فصم يوم الأربعاء والخميس والجمع إذا إنسان عندك فارة فيصوم ثلاثة أيام عند فلان قضية يصوم هذا الصيام هو عبارة عن الاقتراب من الله يقترب الإنسان من الله فالصوم لذيذ لو تأمن هذه النكتة سيسهل علينا تحمل العطش والجو لأننا انصرفنا إلى قضية أسمى من قضية الجو والعطش وهذه تربية نفسية يدعونا لها النبي صلى الله عليه وآله من خلال ما خطب بلسانه الشريف وبين لنا عظمة هذا الشهر من خلال إذن المراقبة التي في الدعاء أنا لم أراقبك كيف الإنسان يراقب الله تعالى أول شيء ضمن مبتنياتنا الله لا تخفى عليه خافية فالله رقيب علينا دائما هذا أمر لا بد أن نعترف به ونقره لا خطرات الذهن لا خطرات القلب لا عمل في ظلمة لا في ليل لا في نهار لا في صحراء لا في مدينة الله لا تخفى عليه خافية والله مطلع إذن الشق الأول الله تعالى هو يملك جميع الأسباب نحن نحتاج أن نراقب الله معنى مراقبة لا يعني أنا أتذكر أن الله تعالى الآن هو يراني يرصدني معنى المراقبة هذه البعض ينقح هذا المطلب أكثر المراقبة تحتاج إلى وقت حتى يتعود الإنسان أن يلفت نظر نفسه إلى مشاكل يعني لا دائما نتكلم لا دائما نتحاور لا دائما نتحدث نحتاج إلى وقف تأمل تفكر ولذلك يعني أعزتنا كل منا يحتاج إلى وقت خاص بينه وبين الله تعالى طبعا الله تعالى أعطانا الوقت في الصلاة وقت بيني وبين الله تعالى بحث لا يشغل نشاغل لكن قد نحن لا نفهمها ولذلك يستحب الإنسان أن يكون في بيته مسجدا مسجدا مو معنى ذلك هو وقف مسجد لا يعني مكان دائما هو يصلي ويزجد فيه منعزل عن تمام البيت هذه حالة الخلوة مع الله مطلوبة إنسان يفتح يوم صباحا بالأحاديث وينشغل ينشغل إلى وقت الليل ويكون تعبان بينه وثاني يوم نفس المشكلة أنا أتحدث إذا كان نهار مجهور بالحلال كل نهار بالحلال لكن وقت أن يتأمل بينه وبين الله تعالى ما عنده فكيف إذا كان يجري الوقت بالحرام يعني متى يحاسب الإنسان نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب متى الإنسان يحاسب نفسه لاحظوا الآن يعني بعض الأمور الإنسان يتعود عليها مثلا نتحدث مع صديق في تليف أخبارك أحوالك صحتك هذا الموضوع الفلاني كيف انصرفت كيف عملت به بشر أولادك نجحوا انتقلت إلى دار جديد كيف أصحابك كيف جيرانك كيف عملك جربوها ترون 99% من الأسئلة كلها حول الدنيا كلها حول الدنيا لكن عندما نسأل كيف آخرتك صليت اليوم مبكير لم تفت كالصلاة هذا شهر رمضان مثلا قرأت قرآن واصلت أرحامك تصدقت على فقير هذا عمل الآخرة في داخل الأسرة كذلك أعمال البر أعمال الآخرة هذا ينشأ من اهتمامنا نحن بأي شيء نهتم إذا كنا تنب الدنيا تعودنا يصعب علينا أن ننقل تفكيرنا من هذه الجهة إلى جهة أخرى رمضان يعودنا يقول لا لابد أن تنقلوا تفكير أنتم في ضيافة الله في ضيافة تحدثوا بأحاديث يحبها الله تبارك وتعالى إلى أما الأطهار عليه السلام مع ما هم عليه ألذ حال من الحالات هو الوقوف بين يدي الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله قل أريحنا يا بلال يعني إذا سمع صوت الأذان نبي ارتاح بغير هذا الوقت عدم راحة أريحنا يا بلال حتى نقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهذه اللذائذ المعنوية يردلها إيقاظ الدعاء الشريف يقول لم أستحك في الخلاء أنا لم أكن بمقدار ما أحقق هذا الحياء ثم لم أراقبك في الملاء وإنما قد أنجر مع الآخرين آخرين نكتة طرف أنا معهم فيها غيبة أنا معهم فيها كذب على الآخرين أنا معهم والسامع أحد المختابين في النص الشريف هكذا السامع أحد المختابين أو المختابين ولذلك البعض يقول العزلة في بعض الحالات أسلم والعزلة لا ابتعاد عن الناس بالكلية الإنسان بطبيعة مدنية يعني يحب أن يعاشر الآخرين لكن لا بد أن ينتقي ويصادق من يذكره الله دائما هذا أخواني مو قضية شكلية مو قضية واقعية إنسان لا بد أن ينتقي أصدقاء بشكل دقيق نعم أكوى أصدقاء مكاشرة إنسان يواجههم بحياته لكن كصديق يأنس به ويأنس له لا بد أن يذكره بالله تعالى وماذا عملت ماذا فعلت فالمراقبة في الملأ إنسان قد لا يراقب الله في الملأ يغلب يستحي يخاف يضعف يجب لكن هو الخاسر لماذا لم تدافع عن أخيك عندما ذكره بسوء يسكت لأن أخاف أن أفقد بعض الأصدقاء هذا التعليل أمام الله تعالى هذا جواب غير نافع جواب لا ينفع أمام الله تعالى اخسر صديقك وإذا خسرت صديقي يولدك إلى النار اخسر القرآن ماذا يقول في تلك اللحظات يوم يفر المرء ممن يفر من أخيه أبيه عشيرته صديق زوجته كلها يفر لماذا لأنه الآن النجاة يريد أن ينجو فنفسه أغلى من كل أحد الشارع المقدس يقول لا بد أن تراقب نفسك إنسان يأخذ الأمور على عواهنها لا مراقبة للنفس لا مراقبة للفعل لا مراقبة للمال لا مراقبة للأكل لا مراقبة للعين كيف الإنسان بعد ذلك يريد أن يعني دعاء يستجاب يريد أن أمور تتحسن ندخل إلى يعني الآن نترحق جانبا قضية الشفاعة وقضية التوفيقات أنا أتحدث عن الموازين العامة اللي الدعاء الآن يبينها نعم سنفتح باب للأمل لكن كما قلنا أبواب الأمل أيضا مشروطة هذه استعدادات النفسية مهمة جدا للإنسان عمر عشرين عمر ثلاثين عمر أربعين خمسين ستين سبعين ثمان بدأ يقترب من الموت فلابد أن تكون عند حالة أن يلتفت وإذا لم يراقب نفسه إخواني لا يلتفت إذا لم يراقب نفسه ويسألها سؤال حقيقي يجلس بينه وبين نفسه ويبدأ يستعرض ولابد أن يكون شجاعا حين يصل إلى نقطة يرى هذه النقطة به إشكال ديني لا بد أن أحلها الآن فليحل الله تبارك وتعالى قطعا يوفقه في ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا الله يفتح باب أبواب يفتح الإنسان إذا علم الله منه سلامة النية الله يفتح له أبواب كبيرة جدا وعظيمة كثير من الناس فعلا انتبهوا وتجردوا من كل شيء كان يعمل حراما أموال بربا والعاذ بالله ثم التفت وأراد الآخرة لا بد أن ينتفض على واقع مرير واقع غير صحيح الله تعالى هلم إلي إلي فإذا لا لاستحياء عدم الحياة في الخلاء هذا ينفع بالعكس ولا عدم المراقبة في الملام وهذه الأشهر من أشهر المراقبة البعض يضيفلها شهر رجب المعظم وشهر شعبان وشهر رمضان ألف كثير من الأخلاقيين بعض الكتب بعنوان المراقبات هي هذه الكتب بعنوان المراقبات للابد أن نراقب أنفسنا حتى نصل إلى حالة من البداية الجديدة يقول وَلَمْ أُرَاقِبْكَ فِي الْمَلَأَ أَنَا صَاحِبُ الدَّوَاهِي الْعُظْمَى أَنَا الَّذِي عَلَى سَيِّدِهِ اجْتَرَى أَنَا الَّذِي عَصَيْتُ جَبَّارَ السَّمَاءَ حقيقة هاي كما قلنا هي زينة بعض الأدعية مقاطع مهمة هذا من موارد زينة الدعاء في المعصية الإنسان يعصي لكن عندما يتأمل قد يرى معصيته صغيرة وهذا من قصر النظر لابد أن بلحاظ معصيته يلحظ من عصى معصية قد تكون من الصغائر بناء على التقسيم كبائر وصغائر لكن هو من عصاه الجهة التي عصاها من هل هي صغيرة حتى يستخف بها أو جهة عظيمة الفقر الثالث نقراها يقول أنا الذي عصيت جبار السماء لما عصي جهة صغيرة جهة لا تملك لنفسها شيئا أنا عصيت جبار السماء موارد الاعتراف موارد التذلل موارد المسكنة يحتاجها قبل قال أنا صاحب الدواهي العظمى الداهية هي النازلة الشديدة هذه الداهية شيء شديد وقوي جدا وإيضا عظيم فيمكن هذه الصفة الأشياء بالعطف التفسيري يعني هي الداهية هو الأمر النازل العظيم فيقول أنا صاحب الدواهي العظمى ما معنى صاحب الدواهي العظمى كيف المعاصي والعاذ بالله شك أنها تختلف في مراتبها وآثارها لكن كل المعاصي تتفق على أن المعصي هي لله تعالى الذي هو جبار السماء في هذا ما يمكن يقول أنا عصيت أرحم الراحمين ما مناسب عصيت جبار السماء في الوقت الذي يعصي يعترف بأن الله تعالى هو جبار السماء بعض المعاصي والعياذ بالله يهتز لهالعرش تعبير لبعض المعاصي الشديدة يقول يهتز لهالعرش مثلا الآن لاحظوا صلة الرحم وعدنا صلة الرحم وعدنا قطيعة الرحم حدث عن قطيعة الرحم تأتي الرواية الشريف لأهمية هذه تقول الرحم معلقة بالعرش تعبير جديد فيه حالة من حالات الالتفات لنا الرحم معلقة بالعرش رواية تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني معلقة بالعرش العرش هو عبارة عن هذه الجهة المركزية المعنوية التي تصدر منها كل الأوامر لنعبر هكذا عرش ليس شيئا ماديا ما معنى معلقة بالعرش لأهميته بعض القضايا المهمة الرواية الشريفة تحولها على العرش في العرش موجود أشهد أن لا إله إلا الله أو مثلا علي بن إبي طالب حصني أو مثلا أسماء الأم الأطاء قضية كبيرة تحول إلى العرش ليس كل القضايا في الروايات الله مطلع والعرش والمركز كما قلنا والرحمن على العرش استوى لكن بعض الإثارات بين لأهمية القضية بعض الذنوب يهتز لها العرش هذا العرش يهتز لها لأن فلان أذنب لعله نستعرض أن وفقنا لبعض الذنوب التي به هذه العبارة يهتز لها العرش بعض الذنوب قال اليمين الغموس غموس يعبر عنها ما معنى اليمين الغموس قال الإنسان يحلف كذبا هو حلف صادق مكروه لماذا قال لأن تغم صاحبها في النار اسلح التعبير ما يصر الإنسان ينزه الله تعالى إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكر إياك إمام السجاد أنت قلت اذكروني فأنا أقول يا الله لولا أنه الواجب من أمرك لنزهتك عن ذكر إياك يفتر أنا ما أتجر أقول يا الله لساني لسان معصية كيف يجتمع بين كلام معصية ولفظة الله تربية عالية جدا فإذا كل شيء يرتبط بالمعصية هي داهية وإذا ازدادت والعاذ بالله هذه المعصية الدواهي بدت لاحظوا مجتمعات بدت يعني تستصغر المعاصي تستصغر الذنوب إمرأة تخرج متبرجة تلعنها ملائكة السما إلى أن ترجع إمرأة تخرج بلا إذن زوجها تغضب عليها الملائكة لاحظوا الشدة هذا ما لا علاقة بالوقت الحالي والوقات القديمة عضية ثابتة هي أحكام الله تعالى عندما نستصغر هذه الأمور ونتعود عليها تقسي قلوبنا تقسي قلوبنا أحدهم مرس مع أحد والعاذ بالله يسبب ذات المقدس جلس لمدة شهر يبكي وصلت الناس إلى أين لماذا تشتم الله تعالى لماذا تسب الله تعالى أقول نحن علاقتنا مع الله لابد أن تكون أو نطمح أن تكون هي من أعلى الحال تحتاج مراقبة دائما الإنسان يمشي ينام يفكر بالعاقبة يفكر بالله يراقب يتعوذ على أن ينشئ بداخله معاني سامية حتى هو يكون شخص إلهي عبد لله تعالى صادق عبد لله تعالى صالح وهذا ليس من الأمر المتعذر نعم يحتاج إلى تعود يحتاج إلى هذا الشهر الشريف إخواني ومضى منه النصف مهم جدا أن نخرج بنتيجة نخرج بنتيجة لا أن نصل إلى حالنا نرقي أنفسنا نحن في ضيافة الله تعالى ومائدة لا مفتوحة بعد شهر رمضان لابد أن كل منا يسأل ما الذي أخذته من هذه السفرة الكبيرة ما الذي استفدت من هذه ماذا قدم الله لك في هذا الشهر أما أنت مجرد أنجعت وعطشت وعوظت في المغرب هذا حقيقة ليس له علاقة بالصلاة ينطبق عليك ما قلنا قول أمير المؤمنين عليه السلام الجوع والعطش إذن مقامنا مقام اعتراف فنحن في هذه الليالي الرمضاني الخاصة أنا صاحب الدواهي العظمى بعد قال أنا الذي على سيده اجترى جرأ عندي على من على سيدي علاقة مع الله تعالى كما قلنا أخواني علاقة عبد مع سيدي سواء كان نبيا هو عبد سواء كان كافرا هو عبد وما بينهما عبد وهناك سيد ونحن نتعدى حدود هذا السيد نجترئ عليه نتجاوز عليه الله تعالى أيضا يمهن يترك عسى أن نحصل على خط رجع عسى أن نتوب عسى أن يدرك نا الله تبارك وتعالى برحمة خاصة ما هو الاستعداد الذي عندي كان أحدهم قطع طرق فمشى في قرية وتكلم بي صوت عالي أنه في الليل سأسرق هذه القرية وكان صاحب قوة وجسارة ومنع وتهتك نتجي خافوا منه فعلا جاء في الليل عبر أحد الجران سمع قارئ للقرآن يقر ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أثناء ما يعبر هذا السياد سمع تأمل في الآية قال لا لابد أن نتوب فنادى أيها الحي أنتم آمنون ورجع فعلا خشع وصار من العباد والكلمة تؤثر لأن القلب لا زال فيه نقطة تستقبل الكلام الطيب وهذه الأذن لا زالت أذن واعية فلتعيها أذن واعية يسمع عظاة كثيرة لكنه أذن للأسف الشديد لا تسمع ولا قلبي يتأثن فلابد الإنسان أخواني أن يعزم على التوبة يعزم على الرقي يعزم على التمسك بالله تعالى والله تعالى يعين الآن هذه الموارد هي هذه هيها موارد موارد التذلل أريد أن أبدأ صفحة جديدة لا بد أن أعترف فأنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي عصيت جبار السماء الجبار لعل هذا المدلول مدلول فبنفسه قوي لو نقول جبار متجبر وهذا المتجبر وهذا المتكبر لأن فعلا هو جبار مو يتصنع التكبر التكبر ردائي في الرواية فمن نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي الله هو المتكبر الحقيقي كبير الله سبحانه وتعالى الله متجبر لأنه الله جبار بذاته هو جبار وهذه الصفات في مورد دائما مورد العقوة الله تعالى أنت لا تعصي إنسان عادي لا تعصي جهة عادية لا تعصي مخلوقات عادية أنت تعصي جبار السماوات لا يمنعك منهما إذا أراد الله تعالى بنا شيئا من يقف فالاعتراف مني كعاصي وأبين أن الذي عصيته جبار أنا لم أعصك لأنك أهون الكلمات اللي مرت سابقا أنا لم أعصك لأنك أهون الناظرين إلي لا أنا الآن أعترف أني عصيت جبار السماء فلا زال في قلبي اعتقاد واعتقاد صحيح واعتقاد صادق أنا موحد لكن زل زللت أنا لم أترك التوحيد لكن غلبتني شقوتي هواية كما مرة سترك المرخة الله تعالى تستر فأنا استفادية من هذه لنفسي لكن للأسف ذهبت إلى المعصين الآن جاء وقت التوبة فأنا لابد أن أعترف أنا لم أخرج عن سمت كأنه التوحيد فأنا عصيت جبار السماء أنا معترف يا إلهي أن أنت لحظة الإنسان يتناول الخمر والعذول ترى يقول مستحلها وترى لا يراها حرام ويرتكب وترى لا يستحل يقول حلال الثاني مشكلة قد تصل للقتل لأن هذا يحل ما حرم الله أما الأول يراها حرام ويرتكب يقول أنا عاصي لا زلت أنا معترف أنها حرام عند الله تعالى لكن أنا عصيت فرق بين الأول والثاني الثاني يراها حلال يناقش الله تعالى يعترض على الله تعالى الله يحرم وهو يحلل فجعل نفسه ندا لله والعاذ بالله ولذاك هذا حده غير حد الثاني الثاني معترف أن الله تعالى هذه المنعة وأنا عصيت لا زال معترفا بماذا بسلطنة الله تعالى وبقوة الله هنا يقول أنا الذي عصيت جبار السماء أنا لم أخرج عن التوحيد لكن أخطأت عصيت أنا الذي لاحظوا هذا النقطة الأخرى يقول أنا الذي أعطيت على معاصل جليل الرشا هذه الحقيقة الفقرة هو يعني متعبة بالنسبة لها يعني تكشف الإنسان جريء مع الله تعالى طبعا إما تقرأ أنا الذي أعطيت على معاصل جليل الرشا يعني دفعت مالا حتى أعصل جليل حتى أعصل الله تعالى وأبيني الرشا ما هي أو تقرأ أنا الذي أعطيت على المعاصي جليل الرشا يعني عظيم الرشا أعطيت حتى أعصي فالجليل إما نرجحها إلى الله أو ترجع إلى عظيم الرشا طبعا الصفات الله تعالى عادة تقرن مع ذاته إلا الرحمن إلا الرحمن فتقرن مع الذات أو مع الضمير العائد وهو مثلا هنا بحسب هذا السياق إذن قراء المطلوب الله هو الجليل فإذا تقرأ بهذا لا مانع باعتبار قراء يعني الله مذكور باعتبار العبارات كلها واحد لاحظوا لم أستحيك يعني لأن ذكر في البداية يا رب لم أستحيك ضمير لم أراقبك ضمير أنا صاحب الدواهي العظمالي أنا الذي على سيده ضمير أنا الذي عصيت جبار السماء أيضا الإضافة إلى الله واضحة أنا الذي أعطيت على معاص الجليل فقراء تدر على أنه الجليل يعني الله تعالى أو نقول جملة قطعت والمعصية هي لا تكون إلا مع الله والعاذ بالله فنعم أعطى جليل الرشا على المعصية فنرجع الجليل إلى الرشا معنى الرشا ما هو رشا هو عبارة عن شيء يتوصل به الإنسان إلى مطلوبة وعادة تكون بغير حق عادة تكون بغير حق المسألة به جنبة فقهية ما أدخل بيها ما يتعلق بنا هنا يتوصل إلى مطلوبة ما يحصل إلا أن أدفع شيء إلا أن أدفع شيء تعالوا الآن إلى مجبات النار مجبات النار غالباً مجبات النار فيها دفع ماشا غالباً نعم بعض المجالس الكذب ومجالس الفسوق والكذا شيء لكن إنسان مجالس الغناء مجالس الزنا والعوذ بالله مجالس القمار غالباً هذه المجالس مجالس فيها أموال ولذلك المال مفسد إذا لم يراعي صاحب المال حدود الله تبارك وتعالى المال فيه جنبتان الجنب الخير والتي يريدها الشارع والنسان دائماً يدعو بسعة الرزق دعاءنا بسعة رزق موجود وهذا الرزق حتى يكف الإنسان يده عن الآخرين وكان بعضهم يأزم الدنانير والدراهم ويقول لولا هذه لتمندل الأعداء بأعراضنا فإذن محبوب هذا الرزق محبوب ولد منع الإنسان فيه الخيرات وهي موارض الطاعات بالمال وهناك جنب أخرى للمال المال مفسدة إذا كان الإنسان لا يراعي الحدود سيفتح له المال أبواب جهنم يراجع نفسه يقول لو كنت فقيرا لكان أفضل نوعية العلاقة تختلف نوعية الانفتاح تختلف يأتي إلى أبواب أخر من أبواب النار باعتبار هو أصبح صاحب مال والناس تطمع في هذا المال ولذلك يدفع الرشوة تعبير الإمام عليه السلام يدفع الرشوة على أي شيء على أن يعصي إذا رجعنا صفة جليلة الرش يعني المال العظيم في سبيل أن أعصي طبعا تعبير جدا جدا بليغ ومهم من الإمام عليه السلام للتعبير عن العاصي هذه الأشياء كلها يعملها هذا العاصي فلم يستحي في الخلاء ولم يراق في الملاء وهو الذي عصى جبار السماء وهو الذي العفو نعم هو صاحب الدواهي العظمى هو الذي على سيده اشترى الذي عصى تجبار السماء الذي أعطيته على معاص جليلة الرشا ثم الذي يكتفي بذلك قال أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى جهة أن الإمام استعمل بهذه القضية استعمل البشارة عادة البشارة الأمر الحسن يبشر لكن استعمالات أعام من ذلك يبشر بكل أمر إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم ولا استعمالات أخر عبر عنا بتعبير البشرة هنا مراد مننا الأمر الحسن لأنه دفع مبلغ دفع رشوة وينتظر بشرني حصل هذا الأمر الموجب للمعصية قال له حصل بشره قال له حصل يقول خرجت إليها أسعى السعي غير المشي السعي الإنسان أنما يذهب إلى هدف وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ليس مشا عاديا لا بهدف يقول خرجت إليها أسعى يعني أصلا لم ألتفت ولم أفكر ولم أستغفر ولم أتوب فأولا أعطيت على المعاصي الرشا هذا بنفسه ذنب عظيم ثانيا بعد أن قيل لي نعم تهيأ سبب الفاحشة يقول خرجت إليها أسعى سئل أحدهم أنه قصت يوسف عليه السلام قال لو تهيأ لك ما تهيأ ليوسف ماذا كنت فاعلا سأمل قال تلك الساعة ليتها لم تكن لحظ الجواب حكيم لم يقل سأفعل ما فعل يوسف لكن تلك الساعة ليتها لم تكن عصرت رجلا أعتقد توفى رحمة الله عليه كان ورعا جدا وفعلا هذا مر بما مر به يوسف يقول الله ألهمني فكرة أنه أذهب إلى بيت الخلاء وأنجس نفسي حتى أتخلص من هذا الشر وفعلا يقول عملت هذا العمل ونجوت هذا لا يتاح لكل أحد إلا أن الإنسان يملك عقله في لحظة الشهوة يملك إمام عليه السلام يصور هذا الداعي في الوقت الذي أعطى على المعاصي الجديد الرشال وكان يترقب بعد أهل بشر أيضا خرج إليها يا صاحب لا تأمر لا تفكر جاء وقت المعصية جاء وقت الوثوب على محارم الله تعالى أنا الذي أمهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أخفلتني إن شاء الله تتمت هذا الدعاء مع هذه الفقرات في اليوم القادم أن أبقى الله وإياكم نسأله تعالى العفو والعافي والمعافية في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين